بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهدى يلا نبني وأما حاجة لازم نبنيها هو الإنسان وخلينا حلقات يوم الاتنين بنتكلم فيها على البناء وخاصة بناء الإنسان واتكلمنا في الحلقات الماضية في هذا الخط اللي احنا مصرين ان احنا نكمل فيه لانه خط في غاية الأهمية وكل اللي بيوصل لنا من الأسئلة وكل اللي بنعيشه بيقول لنا لو سمحتم مسألة الأخلاق ومسألة التربية أصبحت مسألة ملحة ولا تهون فيها وعشان كده احنا مكملين في هذا الخط واتكلمنا في المرات السابقة عن الأخلاق وقلنا أن الأخلاق مكونة من ثلاثة عناصر المركز بتاع الأخلاق هو القيم وبعد كده فيه سلوك واللي بيوصل من القيم للسلوك هو النية أو الإرادة أو الهمة أو كل الأشياء اللي تدل على أن الواحد شغوف أنه يعمل السلوك ده فباقت الأخلاق بتتكون من قيم وسلوك ونية دي مسلس الأخلاق وعشان كده بتدينا نتكلم عن القيم وبتدينا نقول أن احنا عندنا تلات قيم مركزية في العقل المسلم واخدنا من حديث سيدنا جبريل حديث أم السنة اللي هو تكلم فيه عن الإيمان وتكلم فيه عن الإسلام وتكلم فيه عن الإحسان فالإيمان أخرج لنا قيمة اسمها قيمة الرحمة لأن الله سبحانه وتعالى لما جعل الإيمان وجعل وأخذنا منه العبادة اللي هي مقصد العبادة فعرفنا أن العبادة والإيمان مجوش غير عشان رحمة بينا لا جمع عشان مشقة ولا جمع عشان عنت لا جمع عشان الدلالة ولما حدي بيدل حد بيبقى قاصد أنه يريحه من التعب وبدل ما يضيع ويهلك وتنتهي حياته وهو مش عارفه وعايز إيه كان الإيمان وصلنا إلى مقصد العبادة ومن مقصد العبادة طلع لنا طلعت قيمة الرحمة فالإيمان عبادة ورحمة قيمة الرحمة وبعد كده جي الإسلام فأخرج لنا مقصد ماذا؟ مقصد العمران والعمران التعمير يعني خير فأخرجت قيمة الخير وبعدين الإحسان فأخرج لنا الجمال والجمال هي دي القيمة اللي احنا بنتكلم عليها فبقى عندنا ثلاث قيم الرحمة والخير والجمال وإحنا بندرس بقى الثلاث قيم دول وإحنا مش محتاجين أدلة على القيم دي عشان نأكد أنها قيم مركزية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كنتم خير أمة أخرجت للناس إن الله جميل يحب الجمال ثلاث قيم أساسية ماشية في كل سلوكنا وفي كل أخلاقنا كانت المفاجأة أن احنا لما عرضنا إلى هذه القيم التلاتة على القيم العالمية اللي بيعمل بها الإنسان القيم الفعالة اللي هم الحداشر قيمة اللي احنا تكلمنا عنها لقينا حق غريبة قوي إن التلات قيم دولة الحداشر قيمة الفعالة اللي بيعمل بها كل البشر بتندرج تحت هذه القيم ويزعر لكم دلوقتي إزاي الحداشر قيمة إيه اللي حاصل مندرجة تحت التلات قيم دول يعني قيمة الرحمة مثلا بيندرج تحتها قيمة إيه؟ بيندرج تحت الرحمة البساطة والتواضع والمحبة والتسامح سبحان الله وبيندرج تحت الخير مجموعة من القيم الأخرى وبيندرج تحت الجمال مجموعة من القيم الأخرى إحنا قررنا النهاردة عشان الوقت ما يجريش بينا ولازم نتكلم عن القيمة اللي احنا النهاردة مصرين إن احنا نتكلم عليها لإن هي القيمة ومعا كناها سهلة ولطيفة وجميلة لكنها قيمة مهمة جدا إحنا قلنا وكاننا عن نبتدي بقيمة الرحمة اللي هي القيمة الكبرى اللي تحتابها أربع قيم تحتاجها قيمة إيه؟ تحتاجها قيمة البساطة وتحتاجها قيمة التواضع وتحتاجها قيمة الرحمة وتحتاجها قيمة المحبة وتحتاجها قيمة التسامة إحنا النهاردة نتكلم عن قيمة إيه؟ زي ما أنتوا شفتوا كده نبتدأ عن نتكلم عن قيمة البساطة إيه اللي تقيمة البساطة عندنا في حياتنا؟ تسببت في إيه؟ الأول واحد يقول لي هي علاقة البساطة بالرحمة واضحة كلما الأشياء كانت بسيطة كلما الأشياء كانت سهلة كلما الإنسان وجد راحة وجد سعة وجد فهم وعشان كده غياب قيمة البساطة عمل لنا إيه؟ عمل لنا تعقيد في العلاقات وتسميم فيها غياب قيمة البساطة بالمناسبة من أهم أسباب الوسواس تخيلوا وكمان غياب قيمة البساطة خلى الحساسية كتير عند الناس تخيلوا أن قيمة البساطة دي من أهم الأسباب اللي زودت السمات السبعة اللي موجودة في الإنسان المعاصر وبتعوقه عن أنه هو يوصل لماذا؟ يوصل لغاية مراده إيه الحكاية؟ البساطة زودت الفردانية البساطة زودت المزاجية البساطة زودت التشكك غياب قيمة البساطة زودت تشكك وزود الأحباط وغياب قيمة البساطة زودت كمان المظلومية وغياب قيمة البساطة تخيلوا زودت كمان الحساسية وزودت كمان العشوائية إيه ده كله ده؟ أيوة لأن غياب قيمة البساطة ما تتصوروش أنه حاجة سعر غياب البساطة أدى إلى غياب الطيابة الناس بقوا مش خلصين والناس عندهم عبارة كده بتبين أن البساطة هي السبب ده يقولك فلان مسالك يعني مش بسيط مش هين مش لين وعشان كده كمان كترة غياب قيمة البساطة خلى كتير من الناس يقولوا إيه أنا مش ما فيش حد يفهمني ليه؟ لأنه بقى فيه التعقيد ده خلى الناس عندها قدر كبير من التعقيد اللي يخلىهم حسين أنهم محدش قادر يفهمهم تخيلوا غياب قيمة البساطة خلى الواحد سريع الكآبة الكآبة بقت كتير عشان الناس ما بقتش بسيطة الناس بقت تشيل عشان الناس ما بقتش بسيطة البساطة بقى المفاجئة البساطة قللت الرضا عند الناس غياب قيمة البساطة قلل الرضا عند الناس ما بقتش أي حاجة تعجبهم ما بقاش الناس عندهم رضا ما بقاش الناس عندهم راح تخيلوا غياب قيمة البساطة وصلنا لإيه؟ قلل إبداع عندنا الناس متصورة أن كل ما الأشياء كانت معقدة كل ما الأشياء يبقى فيها إبداع وابتكار ده مش حقيقي عارفين ليه؟ لأن البساطة البساطة كده في التعريف السهل بتاعها هو العيش بالعفوية وسلست الطبع وسلامت النية مع البعد عن السطحية والتعقيد عشان بس ما حدش يقول ايه؟ بسيط يعني إنسان زازج أو إنسان مش دريان باللي حواليه لا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم شوف بساطه يقول ما أنا إلا عبد أكله كما يأكل العبد وأجلسه كما يجلس العبد الله على بساطك يا حضرت النبي وعشان كده لازم في البساطة ما نخلطش ما بين البساطة والسطحية أو التسطيح وما نتهمش البساطة إن هي نوع من أنواع السزاجة وعدم الخبرة البساطة نديق ويتخلي البساطة نتيجة عن البعد عن البحث والفكر والفكر العميق لا البساطة نوع من أنواع التنور الإنسان كل ما بيبسط المسألة كل ما بيدل على إنه إنسان منور البساطة نتيجة عن بعد عن البحث والنظر فهل الناس محتاجين لإنهما يتقربوا على البساطة؟ الحقيقة آه إحنا محتاجين لده زمان كان الواحد فينا كأنه بيتولد كأنه بيتولد وبيعيش في وسط المجتمع لأن المجتمع كان بسيط ما كانش فيه حد عايز يقفل التاني على الواحدة طب إيه أسباب خوف الناس من بساطة اللي خلهم يعملوا كده؟ كتر مخاوف الناس بقت خايفة فتقول لك إيه أفكر في الاحتمالات وكتير بقابل الناس يقول لك الأصل إن أنا أعمل بالسيناريو الإسود السيناريو الإسود ده ما يجيش من غير سبب ما ينفعش تعيش طول حياتك على السيناريو الإسود وتعيش طول وقت بتعقد في حياتك كمان الناس فقدت الثقة فما مقيتش بتتحمل إن هي تعيش ببساطة وإن زيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الذين يدخلونها الجنة ده الهين اللين السمح كمان الناس بتخاف من الفقد بتخاف لو إن هي بقت بسيطة تفقد فرصة أو تفقد عزيز عليها فما تخافش فالإحساس بالفقد ده بيخليه يفضل يعقد المسائل عشان الفرص ما تضعش منه على فكرة ده اللي بيحصل للبنات لما بيعقدوا على نفسهم وعشان كده فرص الجواز بتضع منهم عشان هذا التعقيد أنا خايفة لا يضع مني فتفضل تعقد المسائل وإن تعملش ببساطة فتيوصل للمسألة إن هي تفقد الفرصة أو نفس الكلام مع مع الخطيب لما يروح يخطب واحدة فقعد يعقد المسائل أنا عايز بس أبيلهم شخصيتي ويفضل يتكلم كلام معقد أو يفضل يتعامل بطريقة معقدة أو يفضل يفكر بتفكيرات متعددة فيها تعقيد فاتضيع الفرصة منه كمان اللي بيخلي الناس ما تبقاش بسيطة تعميم المواقف السلبية حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن إحنا وإحنا بنتعامل مع الناس نتعامل وإحنا سليم الصدر حضرت النبي لا تحدثوني عن أصحابي فإني أريد أن ألقاهم سليم الصدر ويا سلام بقى على الصراع والصدام تعيزنا بقى بسيط إزاي الكلام ده هي العالم اللي إحنا فيه والغابة اللي إحنا فيها دي تنفع لواحد بسيط هتاكل عضيعة ولكن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الناس دولة في حمى الله وفي أمن الله سبحانه وتعالى وإزاك الإنسان البسيط ده هو في معية الله وفي نظر الله سبحانه وتعالى وكمان البساطة كمان بتبقى مهددة وتطلب في ظهرها لو الإنسان متمحور حول ذاته شايف المسألة من وجهة نظره بس ومش شايف الناس فإيه اللي بيحصل فتبقى البساطة مش موجودة البساطة يا سيدة متهمة من الطرف المعقد اللي هو بيسميها التفاه ودي مشكلة طب إيه أهم حاجة ممكن نحصل عليها لما نكون بنعيش البساطة البساطة بتساعدك على إنك أنت تكون أكثر تنظيماً وأقل فوضى ليه؟ عندك وقت لكن لما تكون أكثر تعقيداً تلاقي الوقت بيديء عليك هقولكم حاجة سر والله إن البساطاء اللي هم بيعيشوا بالبساطة أوسع الناس وقتاً وزمناً وراحةً الشخص البسيط عنده وسع البساطة جاية من عالم الوسع والبساطة بتساعد الإنسان على الراحة ما يبقاش حاسس إنه هو دايماً بيجري وفيه حاجة بتجري وراه عارف البساطة ليه؟ لأن البساطة هو أكثر الناس تطبيقاً لقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه البساطة بتساعدك على التركيز لأن أنت بتسيب ما لا يعنيك وتركز على المهم في حياتك كمان البساطة بتساعدك على التوازن بين مسئوليات الحياة لأن الأولويات بتكون واضحة يبقى تبقى الأولويات واضحة لكن لما تعقدت لني وتدخل نفسك في تحديات وتدخل نفسك في تعقيدات أولياتك ما بتبقاش واضحة وعشان كده ما بتقدرش تكون مركز وقدر تنكز بسرعة كمان البساطة بتساعدك على أن تنظيم الوقت بسهولة عشان بترغي عليك أباك أنت حطت نفسك فيها بدون داع وتزاعدك كمان على الإبداع واحد بسيط ما يفكرش تفكير منور وتفكير وأنا بقول كده أن دايماً المبدع البسيط ده بإبداعه بيجي بالإلهام إبداعه بيجي من مدد الله لأنه انبسط لمدد الله انبسط لعطاء الله فكان أفقه واسعاً فربنا أمده بهذا ولذلك البساطة بتساعد الإنسان على الالتفاة الجمال اللي حوى ليه ما يبقاش عينه دايماً عليها سواد وعليها غشاو البساطة يا سيدي تجعل الإنسان رحيم بذاته مش بيكلفه فوق طائطه وبيقدر نعم الله يشوف نعم ربنا ويقدرها وعشان كده تفتحه باب للرضا ودايماً بيحاول يشغل النعم فيحاول وهو عنده نفس وعنده شغف ومش عجول البساطة بتخلي الإنسان رحيم بالناس كمان وبيقدر يشوف الجمال اللي فيهم لما يشوف حاجة حلوة في حد لأنه بسيط يقول الله لأنه هو مش معقد ويفضل يسأل عن أسباب الحاجة اللي عنده دي لغاية ما يموتها لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن الحسن ويتغاضى عن القبيح ولذلك البسيط بيعيش مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته بسيطة زي ما في حديث سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم عليه النار طب ليه بيحرم على البسيط النار عارف ليه؟ لأن البسيط حصن نفسه من الوقوع في الأسام وفي غمط الناس وفي الظلم وعشان كده عمل الحجاب من النار بالجمال اللي حواليه البسيط محب للجمال فحجز نفسه على النار لذلك حضرة النبي بيقول لهم ألا أخبركم على من تحرم النار بمن تحرم عليه النار على كل هين لين قريب سهل وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان هو كان أعظم بسيط قاعدوا الناس يغنوا ويترنموا سيدنا النبي حنين سهل كده ولي ولذلك حضرة النبي بيقول لي السيدة عائشة يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وعشان كده هو ده اللي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جعله بيبعث لنا رسالة دايما إنه ما أخير بين أمران إلا اختار أسرهما ولذلك لو حبينا نشوف إيه الحاجات اللي ممكن تساعدنا على إن إحنا نبقى بوسطاء أول حاجة تعالوا نعلم أولادنا إن إحنا لا نسعى ولا نحب الحكم على الناس توقفوا عن تعليم أولادكم إنهم يحكموا على حد توقفوا لإن الأحكام على الناس ما تخلكش بسيط ما شفتش حد بيحكم على حد إلا وبينقب عما في الصدور وهذا هو سوق الظن وهذا هو الظلم علموا أولادكم إنهم يتوقفوا على الحكم على الناس في فرق كبير جدا جدا من إنه يطلب منك تقييم فتشوف الخير والشر أو تشوف الحسن والقبيح فتتكلم عن الحسن وإذا سئلت عن القبيح تضعوا في حجمه ده لما تكون أنت من أهل التقييم ومن أهل الحكم لكن ما تعلموش أولادكم ده توقفوا عن تعليم أولادكم الحكم على الناس ده مهلك أنتو بتخلوا أولادكم يتدمروا بتهدوا أولادكم إنه ساعة ما يتعلم الولد إنه هو يهدم الجمال في اللي قدامه هو بيهدم جماله هو وإزاي تعلموا أولادكم إنهما يتوقفوا عن الحكم على الناس ما تسألوش أولادكم فلان ده وحش صح ما تسألوش أولادكم كده هو لو جمعوا يكلموكم علموهم إزاي يشوفوا الجمال اللي في الناس العمل التاني قولوا على الحاجات الحلوة اللي فيه أولادكم وزهروها وبرزوها إنت جميل أو جدا 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 إنت من شاء الله عليك بتسامة حلوة من شاء الله إنت طيب إنت بتتألف مع الناس استمر على كده على طول ده إنت عارف إنت لو استمرت على ده الناس هتحبك والناس هتبقى قريبة منك والناس هتبقى صادقة معاك لكن ييجي ابنك عنده حاجة حلوة فتطمسها مش هيقدر يعيش وعتسود ليه حياته وعتسود رؤيته ولازم التربية تكون مهمة جدا إن أنت تعلم أولادك عشان يقدروا يعيشوا ببساطة علم أولادك إن هم يقسموا المهام لأجزاء صغيرة ما تعلموش إن هو يعيش المنبت ده إن المنبتة لا أرضاً قطعة ولا ظهراً أبقى علموا أولادكم إن هم يعيشوا بتؤدة ويعيشوا بأناة ياخدوا الأشياء حاجة حاجة وأول ما ياخدوا حاجة وينجحوا في تنفذة هنوهم وشجعوهم وسقفولهم ووسنوا على كل خطوة بيقطعوها الأولادكم كده يعيشوا في حالة جميلة ورائعة ولازم نعيش كده بعد كده لازم تتعلموا إن أنتوا تتناقشوا مع أولادكم وتاخدوا رأيهم في الموضوعات مهما كانوا بيقولوا فكرة بسيطة إسنوا عليها عشان يتعلموا إن الحياة ممكن الواحد يدخلها ببساطة من غير أي تعقيد وهو تنسوا اللبنة اللي بتربط كل الحاجات اللي بقول لكم ده علموا أولادكم إن البسمة عبادة وعلموا أولادكم إن البسمة بلسم وعلموا أولادكم إن البسمة حياة يا رب احيينا على الدوام بالجمال وجعلنا من أهل البساطة لأننا نريد أن تنظر إلينا بجمال اسمك الواسع الباصط فيا باصط أبسط أنفسنا لنكون أجمل وأرحم وأكثر خيرا يا رب العالمين يسد لنا الخير ويسد لنا الرحمة ويسد لنا الجمال بجمالك يا جميل يا رب العالمين بعد الفاصل ألقاكم عشان أتلقى أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي احنا بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة والنتلقى كمان ترشحتكم وكمان بنتلقى تعليقاتكم اللي هي في الحقيقة بتنوى مباركة ونور وبتخلينا دايما في هذه الدائرة اللي هي دائرة النور اللي أخبرنا بها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبأتكلم عن حلق الزكر فنظل في هذه الحلقة المتصلة بيننا ونظل دائما في ذكر الله سبحانه وتعالى خلينا نقول ان احنا تكلمنا عن البساطة بأكبر درجة ممكنة من الوقت المتاح لنا لو انكم حبيتوا نتكلم عن البساطة بمزيد من كلام ابعتونا كمان تعليقاتكم على الصفحة لان في الحقيقة في قيم انا بحس ان احنا محتاجين تكلم عنها مرة واثنين وثلاثة لان هي مهم ان احنا نتكلم عنها فاذا كانت قيمة البساطة الناس شايفينها لان انا شايف كتير جدا جدا انا خلينا اقولكم انا شايف البساطة بتتراجع في المجتمع عارفين البساطة لما تتراجع في المجتمع بيتراجع فينا حديث رسول الله سلم لو لا شيخ الركع وبهام رطع واطفال رضع لا صب الله عليكم العذاب صب قد تكون مشكلاتنا بتتعقد ومشكلاتنا بتكتر لما بيقل البساطة في حياتنا نعم معنا الاستاذ اشرف من اسكندرية تفضل اهلا بيك يا شيخنا عنا رضا واجهك وطيب الله قلبك واجعلك من البساطة يا رب يا رب واجعلنا معاك من البساطة يا كريم يا رب يا رب بقولي تاتك يا شيخنا يعني البساطة دلوقتي كلة البساطة بتكون سبب للغرور النفس وكلة البساطة هي اللي تسببت في انحضار مستوى القرية وكلة خيرها بهروب بهروب الناس اللي هي في القرية اللي بيعايزين يتشبهوا أو اللي عايزين يتايروا العصر وتركوا القرية عشان خاطر قلة البساطة يا أنا عايزة بوس دماغك أنا عايزة بوس دماغك حلو التطبيق دوت خالص أستاذ أشرف أنا عايزة أقول لحذاك حاجة اللي حصل ببساطة خالص ان كل مكان الناس في المكان الطبيعي بتاعها وكل محس بالجمال في المكان اللي هو في ده كل من البساطة قنت أكتر يعني البساطة دي اللي خلت الناس يحسوا إن الصناعة أفضل من الزراعة فإيه اللي حصل فالناس كده يجوعوا اللي خلوا بعض المهن اللي هما بيسموها بسيطة الناس تتنمر عليهم ما إن هي في الحقيقة الناس لو شن المهن البسيطة دي إحنا كلنا عن ضيع يعني تخيل أي مهنة إحنا بنسميها مهنة بسيطة وأنا لا أرى إن في مهنة بسيطة كل المهن مهمة أنا مش شايف إن القرية بسيطة بمعنى إن هي حاجة تفهى أنا شايفها بسيطة يعني لما بالروح بيترددنا روحنا أنا شايف إن الناس لما أهضرت قيمة القرية هما نفسهم تهانوا الناس لما أهضرت قيمة قرانا ومحافظاتنا إحنا تهانا وعشان كده اللي بيحصل الآن من إعادة الكرامة بالحياة الكريمة إلى قرانا ورفنا وصعدنا أنا شايف إن ده عودة مرة تانية للاحترام البساطة وتقديرها البساطة يا سيدي كينز البساطة نعمة واللي بينزع منه البساطة الإنسان ده بيحس بالضيق البساطة هي اللي بتوسع الإنسان حياته وزيك أنا بشكر كده أستاذ أشرف على الكلام اللي قاله ده كلام مهم جدا 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 اللي حصل من ترييف من تمدين من التمدين هنا مش من التمدن التمدين يعني تحويل القرية إلى مدينة ضيق على الناس عشتها والدليل على ذلك ببساطة خالص أقول لكم حاجة وإنتوا درسوها الدليل على ذلك هذا الغلاء الفاحش في تكاليف الجواز هو ده يرضي ربنا بنجيب ده كله عشان إحنا حنشين في البيئة دي ده ربنا مسهل لنا كل حاجة فنجيب كل ده عشان نبقى زي الناس اللي في البندر ما بقاش بقى زي الناس في البندر إحنا زي باية الناس فإيه اللي حصل ففسد الجواز في القرى يا جماعة لابد أن احنا نرجع مرة تانية البساطة دي طوء النجاة والإنسان لما يسيبها بيتعب كتير أوي أوي معنا الأستاذ جمال من كفر الشيخ السلام عليكم عليكم السلام عليكم أستاذ جمال تفضل بخير الحمد لله الله يأز الله يأز حضرتك ويزيدك النور وبرك ربنا يفتح عليك ويجعلك من الصالحين ويسع عليك ويشرح صدرك ويريح بالك ويجعلك من أهل البساطة فيبسط لك في الرزق ويبسط لك في الأخلاق ويبسط لك في الصلاة ويجعل علاقتك كلها علاقات مليئة بالراحة والرحمة ويكرمني بالزوجة الصالحة ده ما أنا قلت لك هو ما أنا قلت في العلاقات هو ما أنا عارف ما قلت لك ويكرمك بالزوجة الصالحة يا شهيد جمال امهند امهند تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقول لحضرتك اتصلت من كم يوم وحضرتك كان خلاص البرنامج هيخلص ما قلت ليش الاجابة ورضو الكاملة لا ما كانتش انا جاوبت عليك وحضرتك هم قالوا لكم ممنا وبعدين ايوة بالزبط الله يبارك فانا جاوبت عليكي انا بقول لحضرتك دلوقتي هم التلات بنات الاتنين الكبارة اللي مخاصنيني والصغيرة هي اللي بيجيني فأنا دلوقتي بقول لحضرتك انا ارمالة وباخد معيش فهما عايزين ياخدوا نسبة من المعيش بص يا بص يا امهند اللي انت بتاوريه دلوقتي ده ما كانتش في السؤال اللي فات فاسأليني بقى عن حكاية انه هما دلوقتي عايزين ياخدوا من معاشك اللي انت بتاخديه من والد المتوفي ايوة ايوة فهم دلوقتي عايزين ياخدوا المعايش اللي هو بيجيلك فعايزين ياخدوا منه encounters بقى انا عاملة حضرتك ثلاث عمليات في عيني وبجيب علاج. طيب فين السؤال بقى? آآ دلوقتي الكبيرة معي سكنة في نفس الشارع هم بقالهم سنتين ما بيكلمونيش. طيب ما انا قلت لهم ان هما يتقوا الله وانتي انت سافر رحمتهم. ماشي حضرتك. وهي الكبيرة بس اللي اتجوزت واباها موجود وربنا عني واواني وجوزتي الاتنين التانية. طيب. وما باشتغلش. طيب السؤال بقى فين السؤال? السؤال دلوقتي حضرتك انا بقول لحضرتك انا دلوقتي. انت عايزة تسأليني يعني. هل من حقهم ان هما ياخدوا نسبة من المعاش? لأ بص حضرتك انا دلوقتي يعني انا سألت كتير قالوا لي مش من حقهم طالما مش محتاجين. طيب فين السؤال طه? ما اقول لحضرتك انا دلوقتي انا عيالي دلوقتي مش هميني. انا اللي هممني دلوقتي الاحفاد اللي هما حيشينهم عني. طيب اقول لك. دلوقتي ينفع ارفع قضية رؤية عشان اشوف احفادي. طيب اجاوب على حضرتك. اجاوب على حضرتك حاضر. بصوا يا جماعة. اه 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 هش ما ستعرفوا ايمة الاحفاد في حياة في حياة الاجداد? الاحفاد بيجددوا حياة الاجداد. يعني افضل جدي من دولة حاسس ان حياته انتهت لان اولاده خلاص كبروا وسبوه وقاعدوا لوحدهم وزي الاولاد اللي هم انا بنات. ما انا ما عرفش ازاي بنات يعني وعندهم عذا العقوق الغريب لامهم. والدتكم مش مصدر مال. والدتكم مصدر رحمة من عند الله. فاتقوا الله في انفسكم. اللي انتو بتعملوه ده وقت مش هقول لكم هيترد عليكم. ده نازع من الرحمة والبركة الان. فاتقوا الله اذا كنتوا عايزين ربنا. مش انتوا عايزين فلوس. الحقيقة انتو مش محتاجين فلوس. انتو محتاجين بركة. والبركة منزوعة بسبب عدم رضا الست دي. البركة منزوعة بسبب عدم رضا الست دي. واللي انتو بتعملوه ان انتو تكهوا قلبها بقى. لان اول ما بيجي الاحفاد سبحان الله. الاجداد بيحسوا ان حياتهم مبتدت مرة تاني. ولذلك ما يبقوش مهتمين خالص بايه؟ بالابناء. يهتموا بالاحفاد. ليه؟ بيجددوا حياتهم. يكلموهم. يقدروا يدوموا الحنية اللي هم عايشين وقتها دلوقتي لما هم بيكبروا. ولذلك حضرت النبي قال. اللهم من تولى امرا من امور المسلمين. فشق عليهم فاشقق عليهم. المشقة اللي انتو فيها دي اللي انتو بتشقوا على امكم. ان هي ما تشوفش ايه؟ ما تشوفش احفادها. حد بيسألني بقى. طب يا ستي. انا دلوقتي ممكن ارفع عضية عشان اشوفهم؟ لا. وصتي اهل الخير. ليه طيب؟ عشان المسألة ما تبقاش فجة. وما تبقاش الاولاد حسوا ان هم جدتهم رفعت قضية على امهم عشان جدتهم تشوفها. لا. انا بقول لكم اتقوا الله عشان حياتكم تستمر سهلة يسيرة. التعقيد اللي في حياتكم وقلت ذات اليد وقلت البركة دي جاية لان انتو منعين الاولاد عن جدتهم. وبتتعملوا مع امكم بهذا بهذا العقوق. اتقوا الله ومش من حقكم ان انتو تمنعوا اولادكم عن امكم. اللي انتو بتعملوه ده بهذه الطريقة بهذا الكيفية حرامة عليكم. فاتقوا الله سبحانه وتعالى في امكم. استاذ محمد يتفضل. اجمع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اه لو سمحت يا استاذنا. الا دكتور لو سمحت الله. اتصدر فاني. اه بس خارج الموضوع يعني. اتصدر اهلا وسهل. اهلا بحضرتك. اه دلوقتي العلاج بالقرآن. اه ما عرفش انا يعني يعني ايه العلاج بالقرآن? السحر طبعا موجود ومعروف. اه فيه سحر. موجود فين يعني? موجود في القاعة اللي انا فيها دي? اه لا موجود في الحياة. موجود في الحياة. حدك شفت سحر قبل كده? لا ما شفتش. بس اه يعني اتقال ان اه في سحر معمول اه معمول مسلا بالمرض اي حاجة. اسألك سؤال. اتقال اتقال. انا دايما بس مع كلمة اتقال وهم قالوا وقالولي. مين اللي? وانا نفس امسك مين اللي مين اللي قال. هل ربنا اللي قال كده? ان انت فولاد ده معمول له سح? لا مش ربنا هو واحد برضو زوائل بس مش دجال. ما بيقولش عيش من الدجل والكلام ده. يعني معلش يعني انا انا يعني انا هو بس الرجل الغلطان هو الدجال. ما فيه رجل غلطان اسمه جاهل. اه. مش كده برضو? هو كل يعني هما كل اللي بيعملوا مصايف في حياتنا. هما الدجالين. ما فيه ناس جاهلة. يعني مسلا انا بقول لحضرتك. مش كيه مش فيه واحد معلش يعني المسران يعني انفجر في بطنه فبيقول له ايه? خد له شوية كراوية هيبقى زي الفل. اه. انت خد له شوية اي حاجات في اي حاجات كده وحياتك هتبقى فل. اه. فياخد الكراوية بتاعته ده يا كراوية حاجة حرام. ما الكراوية حلوة. او يقول له ان ينسون او يقول له اشرب حبة البركة. وما يروحش للدكتور. وما خذ بالاسباب. بس هو عمل ايه? قال له خد حبة البركة. اه. حبة البركة. اه. حبة البركة. اه. الحبة السوداء الشفاء من كل ده. اه ده للناس. ده 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 في التحصين. ده في الوقاية. لكن في المرض ان الله ما انزل لداء الا وانزل له دواء. فلازم تفصل. يبقى الحبة السوداء دي هتتتاخد في ايه? في الوقاية. فتنشط الانسان. وتعمله طاقة. حلو ده. زي كل المشروبات اللي موجودة عندنا. دي مشروبات لإيه? للوقاية. اما المرض فلاه دواء وله علاج. فاللي انت بتقوله ده فيما يتعلق بالقرآن. القرآن يا سادة شفاء ببركته. شفاء باتباعه. شفاء بالنظر في جماله وفي انواره. لكن نخلي القرآن في مقابلة الدواء. انا شاف ان المسألة دي خطيرة. اما مسألة السحر بقى. فاعيدوا تقييم حياتكم يا سادة. انا ما رأيت حد في حياتي. جاي بيتكلم عن السحر. إلا وحياته ما احتاجة اعادة تقييم. قيموا حياتكم بدل ما نرمي مشكلاتنا على شيء احنا ما عندناش يقين ان هو موجود ولا لا. وحضرة النبي ما علقش حياة بنا آدم على اللي حضرتكم بتقولوا عليه ده. فاصل. ونرجع نكمل اسئلتكم والمباركة. ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضرتكم معانا السيدة ممتحت. اتفضلي. عامل ايه؟. حمد الله نعم وفضل. ده ايه. بقول لحضرتك ايه. انت فضلي. انا مجوزة ابن الزغير. ربنا يبارك لك فيه. وفيه مشاكل بينه وبين اخته. ربنا يحل المشاكل دي كلها ايه بقى المشاكل بينه وبين اخته مش منه وبين زوجته. اتصل عنك. يعني ده بينه وبين اخته. سمعت انا صح? اخته عمل تعمل هي امها عمل لبنتي بشيء ما اتقربش على اخوها والاخوها يقرب عليها. وبنتي تعبانة بقالها تلت سنين. مم. ملفت بها الكرة الارضية. مم. ويقول نفسي قلولي عمل مرض وجود. واروح اكسب قولي ما عندهاش حاجة يا حاجة. مم. اتضح ان هي عملالها بالمرض. وناس يعني ناس متوصلها ناس طيبة مش بتاخد حاجة. اتصلوا بيها واروح تودتها. البنتي متدمرة. وعمل الابني ومشي تحت طحة. وانا وعمل انا قلت ما تخلي العمل بتاع بني ايه? يا اخته دي اخته دي من ام تانية? ممني. مني كنتي يعني اخته شققته? شققته. طيب. طيب. عملاله عمل بالمطاع وقلت لأ محدش يفكه. عشان يبقوا كويسين. ومطاعين دي بعضيهم ويهد سر بعضيهم. طيب. السؤال فين بقى? السؤال انا اعمل ايه دلوقتي? اقولك وما تزعليش? لأ مزعليش. اول حاجة نستغفر ربنا ان احنا مسلمين دماغنا لكل الافكار دي. وانا هقولك تعمل ايه? مش انا اسمعتك. قلت لي استنى شوية وانا اسمعتك. اتصد. هتستني علي شوية وتسمعين. اتصد. اول حاجة دلوقتي. نقول نستغفر الله العظيم ونتوبه الي من سوء الظن في الله. لان انت دلوقتي حسسيني ان الاعمال واحسسيني ان كل شغل العفالية والسحر خطف الناس من ارادة ربنا. وخطف الناس من رحمة ربنا. هم وديهم في حتة ربنا رحمته مش واصلالهم. الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. والله سبحانه وتعالى وهو معكم اينما كنتم. والله سبحانه وتعالى لطيف بعبادي. اصدق مين? اصدق مولانا سبحانه وتعالى? ولا اصدق كل الحكايات دي اللي حضراتكم اكيد عمل لها قصة وسناريو تخليكم مقتنعين بيها زي ما انتوا سمعيني كده. هذه هو حد قال ان النفس الامارة بالسوق. لما بيبقى الانسان بيحب حاجة او خايف من حاجة وماشي تحت تأثيرها. حد يقول ان هو ممكن يفكر ان ده غلط. وما يبرق نفسي ان النفس الامارة بالسوق. الواحد وهو في المعصية بيحس ان اللزة اللي هتحصل له في المعصية دي هي اكتر حاجة في الدنيا. لما بيكون في تحت تأثير النفس بيحس ان هو ده الحقيقة. يا سادة ده مش حقيقة. اللي فيه بنتك ده احتمال كبير جدا جدا جدا. يكون حصل لها بعد صدمة. فتحولت عايزة تملك اخوها لان هي فقدة الرعاية الذكرية. ما عندهاش رجل. فهي ما عندهاش غير اخوها. فلازم تسيطر عليه عشان تبقى معاها. وده معروف في الامراض النفسية. وده المعروف معروف بلا شك في انماط البشر. هي لو بتعمل كده وخوخ ده اخوها تحت طوعة. ومعمولها بالمرض لان هي حاسة ان هي من غيره عضية. والمرض اللي عندها ده بيخليها اكثر تعلقا بيه واكثر محاولة للسيطرة عليه لان هو ده راجل. بالنسبة لها وده راجلها. فالليه انت بتقولي ده ان هي بقى في البلاء ده. هم يراحت للدكاترة وما فيش حاجة. في حاجة بسيطة خالص. في حاجة اسمها سايكوس ماترك از اردر. ان الاسر النفس الجسماني. اللي هي بتحس بيه في جسمها ده. من اسر نفسيتها عليها. فهي محتاجة تقعد مع حد يطمن على ان هي مش لوحدها وربنا معاها. محتاجة ان حد يفهمها ان مدد ربنا بيسيبهاش. احنا محتاجين شوية نرجع تاني. حاسين بان ربنا معانا. بان ربنا سبحانه وتعالى مش سايبنا لوحدنا. ونكتب على قلوبنا الباقي معك ما ودعك. السكة اللي حضرق ماشية فيها دي سكة خمستاشر سنة. نفدر بقى نجري ولا وما ياخدش فلوس. قلقى بسوا بياخد حاجة اهم من الفلوس. بياخد دعاية. بياخد نفسنا. بياخد تبعيتنا. بياخد الترويج. حضرق معايا على الشاشة دلوقتي وبترويجيه. هو يكفيه بس ان يقوله وعرفين اللي كان بتكلم دي 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 سادي بتيجي لنا ولحمد الله واحنا بنتكلم. واحنا يا جماعة والله ما بنتكلمش عن نفسنا. ده حاجة كده من دهلنا ربنا. طب ما احنا نروح لربنا. ازا كان الراجل دات عنده حاجة من دهل وربنا وربنا هيبخل عليكم. يا سادة. احنا شفنا ناس اتبهدلوا. حياتهم اتدمرت. معملوهم عمل ونفضل ندور على مين نعمل وفي ايه من الظلم ومن سوء الظن اكتر من كده. يا سادة هدوا بالكم شوية. احنا محتاجين نعود لمعرفة مولانا سبحانه وتعالى ولطفه وكرمه مرة تانية. قرأوا القلقان وحصانوا انفسكم. لكن السكة دي سكة مليانة مرار. ومرار زي ما بيقولوا كده في التعبير عامي ومرار طافح. يخلي الناس ما يقدروش يشوفوا غير السواد حواليهم. لكن يشوفوا نعمة ربنا وفضل ربنا. ايه يعني واحد واحدة ما بتتجوز. ايه يعني. ايه اللي حصل يعني. مقدر. زي واحد ما بيخلفش. مش معنى انتو قابلين ان ده. ان واحد ما يخلفش. ده يبقى مرض طبيعي. واحدة ما يتجوز اللي هي اختيارات الناس من شايفين ان هو شيء طبيعي. وخاصة في زل التغيرات اللي بتحصل. وتغيرات نفوس البنات. وتغيرات نفوس الاولاد. هدوا بالكم شوية. الله لطيف بعبادي. هدوا نفسكم شوية. الله كريم. الله ودود. اوعوا. تمنعوا عن نفسكم رؤية لطف الله. بان انتو تشوفوا حد بيلعب في حياتكم ويعبس بحياتكم. الله لن يترك حياتنا نهبا لأحد. لان حياتنا ملك للأحد. والأحد لطيف بعبادي. ربنا لطيف بينا. عيشوا ده. وخليكم مع البساطة. لما حاجة تحصل ببساطة اقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى لطيف بينا. ومعما حصلت حاجة السيناريو اللي عندنا ده سيناريو معقد. لكن الله لطيف بنا ومدده عنا لا ينقطع. يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي. اجعلني بساطا في حضرتك. لكي ارى نعمتك. وارى جمالك. وارى لطفك. اللهم ابسط لنا الخير حيث كنا. واجعلنا من اهل البسط. واجعلنا من اهل السهولة والدين. واجعلنا يا ربنا هينين لا ينين. حتى نكون مع سيد المرسلين. وفي حضرتك يا مولانا يا اكرم الاكرمين. اشتركوا في القناة